يا أهلا وسهلا 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 الخير على كل جماهير النادي الأهلي اللي بتتبعنا في كل مكان ثلاث ساعات بالتمام والكمال تفصلنا عن المواجهة المنتظرة والمرتقبة وقول عنها زي ما تقول الأهلي والإسماعيلي واحدة من أهم القمم الكروية في مصر شاء من شاء وأبى من أبى وده على مدار تاريخ طويل مش بس دلوقتي الحقيقة يمكن مباراة بننتظرها كل موسم فيه مطشات كده جمهور النادي الأهلي اللي بيحب الكرة بيستنى المباراة دي على وجه التحديد تستنى الأهلي والزمالك تستنى الأهلي والإسماعيلي تستنى النهاردة الأهلي والمصري والاتحاد كلها مطشات الأندية دايماً الأندية الجماهرية يعني في حتة تانية قول زي ما تقول بتعاني عندهم مشاكل بقى فيه التغيان وسيطرة من أندية الهيئات والشركات ورجال أعمال ده شيء طبيعي جداً ومفروض لكن الأندية الشعبية في حتة تانية حتى ولو تراجع مستواها زي ما حاصل مع الإسماعيلي السنة دي ودايماً مطش الأهلي والإسماعيلي زي لقاءات القمة ما بنقول بين الأهلي والزمالك ملهاش علاقة ومش مرتبطة بحسابات خلينا نبقى متفقين أنه مفيش مباراة صعبة ومفيش مباراة سهلة يعني ما يفعش في المطلق كده تقول أنه المطش اللي جايه ده مطش صعب أو المطش اللي جايه ده مطش سهل كله مرتبط بحالتك لو كنت في حالتك لو كنت جاهز فنياً وبدنياً ومعنوياً يبقى بالتأكيد هي مباراة سهلة والعكس الصحيح وخليني أقول لحضراتكم مثلاً أنه أكتر المطشات لا يعني هكلم عن الموسم ده تحديداً أكتر المطشات اللي أنت كنت شاهل همها قوي وكنت مستنيها وانت خطت إيدك على قلبك وبتقول يا رب نعدي والمباراة دي صعبة قدم فيها لأهلي أحسن مردود يعني بكلمك على مطش زي مطش الترجي في تونس ومباراة العودة في القاهرة بكلمك على مطش زي مطش الدحيل القطري في بداية كاس العالم بكلمك على مطش زي فالميراس بطل أمريكا الجنوبية وبطل برازيل كلاك على مطش زي نهضة بركان نهائي السوبر كلها مطشات كانت صعبة وكت بتبقى يمكن شاهلها أمها من قبل المباراة تتلعب بأسبوع ورغم كده الأهلي قد في المطشات دي أحسن مردود وحسب المطشات دي كلها لصالحه المطشات اللي أنت كنت داخل كده زي ما بنقول وفوطنك بطيخة صيفي مطش زي مطش البنك الأهلي مطش زي المحلة في المحلة مطش زي الجونة دي المطشات اللي أنت لحد ما يعني كان بنسبلك مش محتاجة حسابات الأمور محسومة والثلاث نقط في جيبك من قبل ما تبتدي المباراة ورغم كده أطلت فيها عشان كده بقول لحضراتكم الجاهزية والاستعداد والتحضير هم اللي بيخلوا أي مباراة مهما كان حجم المنافس سهلة أو العكس الصحيح أي مباراة مهما كان حجم المنافس صعبة نتمنيها سهلة ودايما الأهلي مع الكبار كبير لأنه الأهلي فريق كبير وفريق عظيم محدش يقدر ينكر ده نتمنى ان شاء الله الحمد لله جاهزين مكتملين مستعدين كرفينا في الطالع فان شاء الله بإذن الله النهاردة نستعيد صدارة الدوري الممتاز وبجد الحقيقة مش هزار نشكر نادي الزمالك اللي إدى البطولة السنة دي طعم يعني خلينا نتفق إنه السنة اللي فاتت آه بنفرح ببطولة الدوري وبنفرح بكل لقب بحقوق النادي الأهلي لكن البطولة اللي بتبقى سهلة البطولة اللي بناخدها من غير منافسة ما بيبقاش فيها البهرات بتاعت الكور السنة دي لأ خلينا نقول الدوري غير عندنا مشاكل كبير جدا 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 والبطولة محتاجة شغل كبير جدا عشان تبقى موجودة في المكانة اللي بتستحقها لكن خلينا نقول لأول مرة من سنين طويلة نحس إن بطولة الدوري رغم غياب الجماهير على المدرجات فيها سخونة وفيها منافسة وفيها طعم اشتركوا في القناة